سبع راحلين عن الاهلي 13 لاعب في قائمة الراحلين الفرقة كلها ماشية الكلام اللي احنا عملين نسمعه كل يوم ده كل يوم نقرأ ونشوفه في كل أو في معظم المواقع وفي معظم البرامج هذا الكلام غير صحيح عندنا تحفظات كجمهور الاهلي عندنا زعلانين زعلانين لكن جماعة والله فيه 17 نادي غير النادي الاهلي فيه 17 نادي غير النادي الاهلي تكلموا عن قائمة الراحلين في بقية الاندية مش هقول اسماء ولكن تكلموا على بقية الراحلين في الاندية في بقية الاندية شمعنا النادي الاهلي 13 لاعب ليه على اساس ايه مش فاه عندنا انتقادات لبعض اللاعبين ولكن اللاعبة دي ما عملت الإجهاد واخد كتير جدا من هؤلاء اللاعبين ولكن زعلانين منهم زعلانين متضايقين منهم آه متضايقين أتمنى أن هم يلحقوا نفسهم خلال الشهر اللي جاي مليش دعوا بالإدارة بتأمل إيه ولكن أنا بتكلم مع الجمهور حتى يكون عنده ثقة في هؤلاء اللاعبين ويفضل يحبهم زي ما هو وحيبضلوا في القلب طبعا لأنهما جابوا بطولات وشلنا معهم بطولات كتيرة كجماهير ولكن عايزينكو كلكو دايما تفضلوا في قلوب كل الأهلوية هو ليه الناس بتتكلم على كابت خطيب يا ليه الناس بتتكلم على بوتريكا يا ليه الناس بتتكلم على بركات يا ليه الناس بتتكلم على متعب يا ليه الناس بتتكلم على الله رحمه صالح سليم يا ليه الناس بتتكلم على الأسطورة حسن حمدي ليه الناس بتتكلم على الأسطورة مختارة تيتش الله رحمه وليه الناس بتتكلم على أسماء أسماء كبيرة وكثيرة جدا ليه الناس بتتكلم على هذه الأسماء لأنهم ما بيعملوش حاجة غير أن هم بيحبوا النادي الأهلي بس وكانوا مخلصين طول ما هم في الملعب وحتى بعد ما سابوا الملعب مخلصين لناديهم والإسم نديهم لناديهم والإسم نديهم وبالتالي ننتظر منكم الشهر القادم عودة النادي الأهلي يقول لي يحصل يحصل محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل صدقوني يا ما عد علينا مثل هذه الأمور أنا شخصيا وأنا بشجع الأهلي في 92 شفت الحاجات دي لكن وأنا بلعب ما شفتش الحال أنا كنت بكسب كل حاجة مش أنا الجيل ده كان بيكسب كل حاجة فعمرنا ما تحطينا في الموقف ده لكن وإحنا بنشجع الأهلي بنفضل فيش غير مرة واحدة بس كان هناك انكسار وكان معروف عبد الرحيم العرجون في المرة الثالثة على التوالي اللي كان حيفوز بها في 2007 اللي كان حيفوز فيها النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي 2005 ومباراة الصفاقس الشهيرة 2006 مباراة النجم السحلي اللي كانت على أنا أعاسف 2005 و2006 و2007 المباراة اللي اخسرها النادي الأهلي في استاد القاهرة بوقعة عبد الرحيم العرجون 3-1 الواقعة الشهيرة جدا ضرب الجزاء لشديد إيناوي وضربتين جزاء لمحمد أبوتريكا طبعا الجيل اللي شاف المباراة دي فاكر الكلام اللي أنا بقوله ففي 2007 كان ده الانكسار الوحيد اللي واحد شافه فقبل كده وبحقل كده بتاخد كل حاجة دوري وكاسو أفريقيا وكل حاجة بتاخدها وبتكسب أي حد يعني فلكن وإحنا بنشجع النادي الأهلي حنفضل دايما في ظهر النادي الأهلي لأن النادي الأهلي هو ده النادي اللي بنحبه هو ده النادي اللي في قلوبنا هو ده النادي اللي حيفضل بنحبه وحيفضل في قلوبنا خدنا دوري ما خدناش دوري خدنا كاس ما خدناش كاس كل ده ما يفرقش معايا ومش مع جمهور النادي الاهلي هدي اللقطة مهمة جدا الحقيقة كانت برضو فكرة الإخلاص حتى آخر لحظة الله يرحمه سابط البطل سطورة كبيرة جدا 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 الله يرحمه لآخر لحظة الله العظيم تلاتة كلنا كلنا كل اللاعبين أنا كنت أتشرف أن أنا متواجد بجانب هذا الرجل العظيم الله يرحمه لغاية آخر لحظة الرجل ده كان عايز يفضل في الملعب ومش فري معاه ولا مرض ولا أي حاجة خالص ولكن حبه للنادي الاهلي هو اللي يخليه يفضل قاعد كده أنا شخصيا اتعلمت من هذا الرجل الكثير والكثير والكثير ف ما ينفعش أن احنا نسيب النادي الاهلي دلوقتي ما ينفعش أن احنا نقعد نسمع في كل البرامج وفي كل حقهم أنا آسف مش ما ينفعش حقهم ولكن خلي بالكوا برضو أن في 17 نادي تاني اتكلموا عنهم مش كل حاجة النادي الاهلي أصل فلان ماشي وعلان ماشي 13 لاعب ماشي 13 لاعب طب أقول لكم على اسم اتقال طهر محمد طهر أنا شمانة طهر اللي هقوله يعني لأنه طهر الرجل ما شافوش لغاية دلوقتي يعني طهر تحديدا الرجل ما شافوش لغاية دلوقتي فتخيل حضرتك أن المدير الفني ما شافكش وبيتقالي انت هتمشي قال لكم فعونه صراحة قال لكم فعونه وعلى هذا الكلام ولكن تقلقوش كل جمهور النادي الاهلي حيفضل في ظهركو لأنه آه فرحنا بيكم كتير جدا الفترة اللي فاتت لكن حضراتكم في بعض منكم مقصرين خلال هذه الفترة من فضلكو من فضلكو حولوا الشهر ده ترجعوا ثقتنا فيكم مرة تانية وإحنا حنفضل في ظهركم وحنفضل واقفين وراكم في كل شيء في كل شيء ترجمة نانسي قنقر